سلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم جيتكم في فيديو باش نعدي معاكم نهار كامل من فطور السباح اللي فطور نصف نهار الخارجة هكا محوي سحاوس بيكم شوية في بوتيك ومن بعد حليت معاكم كولي عندي قديش نستنى فيه لاني اول حاجة قمتها سباح دولي وليتوا تعرفوه الشباك هدية متاعي اول حاجة نعملها نحل الشباك هدية تدخل نسمة مظيفة ويهب الاسباح وبعد دخلت باش نطيب الفطور امتاعي كيما تعرفو انا نفطر ملح اسباح خليت كعبعظم وشوية حليب حتيت شوية مع دنوس حتيت شوية ليسة وملح وفلفل لكحل اكهاو الهني اخلط مع بعضهم وخليت الخبز بيت من البرح قسيتوها كيكا تريفيت اصغار وخليت المقلة حتيت فيها شوية زيت وشوية زبدة حتيت الزيت باش الزبدة بحرقش هكا هاو بعد قاعد نغطس اكا الخبز في اكا الخليط اللي عملتو ونجمرو في المقلة هكيكا حاجة سهلة وبنينة وانا كيما معني هكيما شفتو عملتها ملحة لو تنجمو تعملو حلو تحطو عظم وحليب وسكر والعسل هاكيكا كين تحبو حلوة ومن بعد ولا تنجمو وتحطو فيها حتى شاي ومن بعد انتوما كيتوفترو هاكا اللي يحب ملح مثال يعمل جبن ولي يحب الاحلو مثال يعمل العسل يعمل الشوكولاتة هذا يرجع لكم انتوما حاجة ابنينا بارشا ان الحق عندي قديش عندي قديش من عام ما عملديش هاكا جيت على بيلي في الليل قلت يا لان اعملها شفتو الاسباحة كها وقمت عملتها نحيت شاهوتي كما شفتو كافترت بها حاجة تفكرني بارشا في الصغر امتاعي ننصحكم تجربو اكيد لو فما برشا يعرفوها معنيها اما تحسها ولت منسية الغسة هذية كهاول هني كملت حمرتهم من جهتين وطيبت قهو هاوكا شفتو كيفش نتيجة متيحهم الهني تلهيت نعمل في استوغية على السقغة وتبشمتو اشوية كهاول هني عملت قهوتي امتاع العادة في الززوة ولهني هاوكا فطورية حذر مشيت فترت وعملت دورة في الدار نظفت الدار بعد رجعت للكوجينا باش نطيب هذي منو فطور منو عشي باش نعمل كسكسي بالكالامار المحشي اخذيت شوي جلبانة نحب يعجبني فيها جلبانة شوي سلق شوي مع الدنوس الهني اخذيت رس بصل فرمتو قصيتو جوية دا علخ المش كبير بارشا خاطر عملت اربع كعبتا كهاول وسنتين ثوم ولغادي كان عندي خليط متاع فرويد مير اخذيتو حاضر ولا تنجمو تيخذو كالريوس متاع الكالامار تقصوها شوي كروفيت اي حاجة فرويد مير ولا تنجمو حتى ما تحطوش وفوحت حتيت كركم ملاح فلفل اكحل وشوي تابل وحتيت شوي زيت وفلفل اكحل وفلفل حتيت شوي فلفل احمر وخلط كل شي مع بعضو عندي وخذيت كعبت الكالامار بتبيعه منظفين وامورهم امريقلا وهكيكا حتيت فيهم الحشو منعبيوهو مش برشا باش كتيبو ميت في القوش الهني كاملت عبيتهم جوني بالضبط خذيت كي اغضاء وعملت فيهم هكيكا نقبيت كي ما وقتلكم باش مبعد ميت في القوش معنا هي القاو امنين يتنفسوا هكا هاو حذرت كعبت الكالامار بتاع كي ما شفتو هكا جبت الكوسكسي وبديت انطيب في الكوسكسي الهني كي العادة لايقت عنا عادة يا ربي قليت جرون فلفل ولهني كيف حمرت قرم فلفل شايح باش نعمل بيه هروس مبعد باش نفوح بيه هني عندي خليت لي ثريوس بصل خاطر البصل اللي عندي شوية سينوني خد راس كبير حتيت كالبصل خليتو ومن بعد حتيت التماطم والا تماطم معجونة نحط دي مغرفتينو شوية ومش مكاومين راهوا هني صابت شوية ماء باش ما يتحرقش فواحت شوية كركم وملح بتبيعه وحتيت الفلفل لكحل وخليت هكيكا كالكتمات ما تتقلق مش ما يجيش في مطعم القروسية هكا ها وخلي هني خليتهم يتقلي وزيتهم شوية ماء بتبيعه ولهني حتيت فلفل احمر والهروس انا كيبا تعرفوا قتلكم وليتن طيب بهروس القيبس هذيكا حتيت منو شوية صبيت الماء كيس ماء هكيكا ولهني حتيت التابل تابل يمشي برشا مع الكسكسي بالحوت معناها خليت كل شي خذيها كيكا تشكشك مع بعضو ومن بعد امرقت ونهني حضرت الكسكسي امتاعي فهم فوحو حتيتلو الكركم وعودو قرنفل وشوية عود عود قرفة وعود عود اقرنفل اكها وحتيتلو ايفاور هني المقفول هز غلوة وجيت مش نحط فيها الكلمار بالنسبة للكلمار ما نسكروش تحبو تسكروه سكروه امين ارنيه ما نسكروش اما على شرط كان ما تسكروهوش ما تحطوه في المرقة الا ما المرقة تغلي تكون تغلي كيما شفتوها المرا لولا كان لحظو ان هاك حتيت الكعبة الاولا وحتيت تنجارتي بردد دانك شنو عملت خليتو عود غلاء مرا اخرى هاو كالهني شفتو عود غلاء مرا اخرى بيش حتيت الكعبة الثاني كيما قلتلكم ما نسكروش هو يكون برد وشوك هذيك اللي يخذها من المرقة يتسكر وما يتحلش هاك هاو الهني بدلت المقفولة خاطر الثور اللي كبير الهني هاو خليت الكالامار الهني الكالامار تابرا هو حتيتك هره كل قرن فلفل هذيك الشيح رحيتو وبعد الهني فواحت به هاك هاو الكسكسي متاعي حذر كيما قلتلكم راني مراكزش برشا في معناها عتيتكم الحاجات الكبيرة اما كانت تحبوه اكثر تفاصيل عملتو معاكم مقبل كالامار واحدو في فيديو الكسكسي بالكالامار كيف كيف واحدو في فيديو وتانحطه لكم الزوز في صندوق الوصف اما شنحكي لكم عالبنة حاجة بنا 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 عالاخر كهاء وجي في وح في وح بالكديو الهني مراكزكسي متاعي وهذي اصحايا افترت انا وصحابتي يجيت بحذي صحابتي الحق ما تلي هيتش باش نصاور هاكا جوست هاكا اصاور اللي اللي صحنا اللي افترنا بهو من بعد خرجنا مشيت عمل دورة في الهني مش بعد بارشا على الدار مشيت عمل دورة في البوتيك هذيه الحق مشيت بقضية مشيت جبت الاسبيراغاتي غمتاعي خاطر فزت ورجعتها راج عملو معناه بعثولي قعت نستنى باش يجيبوا لي واحدة جديدة ولهني ادخلت عمل دورة في الحانوت هذيه امتاع معون حاجات عندو حاجات مزيانة وحتى لسويم ما هم شغالين معناه اسويم معقولة للي يسكنوا اللي هني في فيلنفلوبي البوتيك الحانوت هذيه عملت بكم دورة فما ببرشا حاجات الحق عجبوني من اللي هم هذيه متاع التارت هر تسخطو ولا متاع القاتو كي تمشي طيبو حاجة وتهزوها متخافوش عليها لا تتكسر لا حتى شايت حطوها غاديكة وتهزوها او كيما بالحق اسويمو معقولة عالاخر الحانوت هذيه نعملت بكم دورة فيسع فيسع وهاقيمكم فينا نهار نرجع نصور نصور فيها بالقديم معناها خاطر بحق فيه ببرشا برشا برشا حاجات هنا يعجبني هنا المول هذيه متاع القاتو شريته ووريته لكم جمع اللي فاتي ذهولي في الحاجات اللي شريتهم ديغني عمو هنا قعدت نعمل بكم في دورة كيما قلت لكم فمو برشا حاجة تعجبوني وحانت الاسويم ممتعون الحق اسويم معقولة معني همهوش غالي برشا وموش اكرخيص بليش فلوس معني انو غودو اما حاجات مزينة حاجات متع تتيب فيه كل ما يخص الدار معني كوجينا سال دوبان ديكوغاسيان في برشا برشا حاجات كيف كيف عجبني فما حاجات عجبوني متاع القهوة ان شاء الله على قريب بيش نعمل كوان كافيه في الكوجينا بيش نرجع ناخذ منو كيف كيف المعون عجبوني عجبني السيرفيس هذه على الاخر شوفو محلي ومو شفتو كين عندو هو معناه بالحق عجبني على الاخر فما حاجة ملكول شفتو فما الكاغير فما الطويل فما الصغير فما متاع المقارونا فما الغارق فما عجبني على الاخر السيرفيس هذي يمكن ان شاء الله نمشي نمشي ناخذو كهول هني كملت عملت بكم دورة واريتكم شوية شوية معناه كل حاجة هكا تعجبني انو تعدي علي محليهم للوين هدوم هكا يدخلو هكا مزيين معناه كيف انا عندي بوان فيبل على الكحل ولا بيض نحبي يصر الكحل ولا بيض كيف كيف عجبني السيرفيس هذيها البلاتو هذيها حسيتو هكا عربي وقال كيفيش كيف كيف السحن هذيها عجبني متاع غلى هكا فوق الطاولة هما ذي السيرفيس اللي قلت لكم عجبني كنت اخنا رجع ناخذو بالحق مزيين 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 عالاخر عجبني يمكن ناخذ حتى متاع 380 سكهة ومش معناه ناخذ ستة كيمة كنا مش ناخذو كيمة ان شاء الله بان اللي هيم كنا نرجع ناخذو كيف كيف لهني هاكا كيما قلت لكم عملت هكا دورة شوية شوية ولهني تعديت عملت قهوة دخلنا المكدو بحذيها مكدو اه اه اخذينا قهوة اخذينا الشيسكيك على مصد لست هالشيسكيك منظر واكا هاو قلنو قلنو قعنا نتفرشي واكا هاو امل بنا لاعا لاقا مربي ننصحكم ما تاخذوش منو الشيسكيك هذيها اه في مكدو راهو بالحق منظر واتهو مش حاجة اخرى ولهني تعديت جاني يقولي كيما قلت لكم نستنى فيه عندي قديش اما احباط الحق هاني بش نحل بش نوريكم مسكر بالقدي معانو مسكر بالقدي لقيت حاجة مكسرة وهو شنو هو سرفيس فخار اخذيت سرفيس فخار اخذيتو من الانترنت اما الحق الكاليتي لعاليقاء بالحق قد ما استنيتو سرفيس هذيه وعندي قديش نحب ناخذ منو قد ما صار لي احباط هاوكا حليتو معاكم بسحن 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 والسحن الثاني قلت لي كل زعما بش يشيو فيهم دي فويت اخي افكتفمان الكل فيهم دي فويت حقون تكتيتو من اللي بيعو حبيت نفهم ايس كالصدفة جيه اينا حقيقة وا الا الكاليتي متاحهم حقيقة معانيها يقالينا هو ديجا بخوموسيون يقالي بخوموسيون هو كين خمسين بشتبين خمسين وحاتينا بانغو اما قلتو لكم جيت معانيها الكاليتي اقل معانيها دوزيم شوا تخوزيم ميم كاتخيم شوا جايبينوا قالينا خاطر غاليين برشا جبنا ما اقل ما اقل معانو حات السو معاني هو ببليستي وتشوف اللي هو عامل بخوموسيون حاسب لا علينا هكا هاو هيدا هو الكالي قتلكم بالحق عرفتك عاد تعديلي نهار مزيين امام بعض العشية هاو هاو ها انا رجع لك السرفيس هاذية ومبعض معانيا رجع لي ونحب ناخذ حاجة به قالي لا بتاع ساي كونتو غو حاجة به هو كاليتي وان درشنا بيقوت له اوكي ارجع لك السرفيس هذية ونكمل وناخذ حاجة به بوسكينا بش نصور به معانيا مش نقدم فيه نحب حاجه مزينا قالي لي هاا ها الليفغيزان بش يتكلف عليك معانو هو نورمان ما علي هوه زايد معانيا بش نخسرو عليه لفريزان وتفهمنا في حاجة من بعد ما كانش عند كلمة الحق لعود كونتاكتيتو ولا حتى شيء دونك لستانبي زيد وكهو بش نتكلم زيد كهو جوز حبيت نوريك مخطر بالحق نهارتها معناها انا صورت نهار كامل وكهو معناه حبيش انا علش وريتو لكم حامت قولكم معناه مش اكا فاستتوينسا شفتها كام في تونس انا الحق معناها يحط لك سوم ويشطبو ويحط السوم ممتاحة لحقيقية معناها هذي كيف كيف حالي بوصلني مكسر يلا هكا هاو هكا كان نهاري كاما قوت لكم الكسكسي هذيكا فترت ماخر كان وفطور او كان عشي فرد المرة وهكا كان نهاري عديت وصورت هولكم كيف ما هو من غير روتوش ولا حتى شاي كيف ما صار لي بالحق كيف ما صار لي هكا هاو هكا نكون وصلت معاكم لاخر الفيديو ان شاء الله تكونوا عديتوا معايا وقت به وهكا مع انه في اللخر هكا كان سببا شوية ما ان شاء الله تكون نعجبكم الفيديو طو ما قعد لي كنا نقول لكم ان شاء الله نقعكم على خير من هنا للفيديو الجاي و بس لما